اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة استمرار الغارات الجوية بطيران الميغ التابع لمجرم الحرب حفتر والطيران الفرنسي بدون طيار الموالي لقوات الأخيرة على منطقة جنفودا والعمارات الصينية بالمحور الغربي للمدينة المصدر قال ان الطيران الفرنسي شن ثمانية غارات جوية على مناطق غرب بنغزي مضيفا ان قوات المجلس اسقطت طائرة استطلاها مسيرة تابعة لقوات مجرم الحرب حفتر في محيط العمارات الصينية مشيرا الى ان قوات المجلس تقدمت بالمحور الغربي بالمدينة والحقت خسائر بشرية ومادية في قوات مجرم الحرب حفتر قام متطوح جمعية الهلال الاحمر الليبي فرع بنغازي السابت بدفن 47 جثة مجهولة الهوية كانت موجودة بثلاجة الموتى برمز بنغازي طبي الهلال الاحمر اوضح على صفحتها الرسمية ان الجثث التي تم دفنها كانت متحليلة وموجودة بثلاجة الموتى لفترة قاربة السنة يذكر ان رئيس اللجنة الادارية بمركز بنغازي الطبي قال في وقت سابق ان تراكم الجثث مجهولة الهوية بثلاجة الموتى يسبب لهم اشكالية كبيرة اعلن قادة قوات الثوار بمدينة سيرت بدء العد التنزلي لاطلاق المرحلة الاخيرة من العمليات العسكرية ضد ما يعرف بتنظيم الدولة في مدينة سيرت العميد محمد الغصري قال في تصريح الله ان هذه العملية ستقضي على اخر بقايا التنظيم في سيرت بعد القضاء على اغلب قواتهم هناك وذكرت مصادر عالمية ان اجتماعات مكثفة يعقدها قادة الثوار استعدادا للمعارك الاخيرة التي وصفها الثوار بالمعاركة الحاسمة وفي الخبر الاخير حيث نشرت شبكة لومبورغ الامريكية الاحاد ان عدد من شركات نفطية في ليبيا تستبعد احتمال تصدير النفط عبر الموانئ الليبية المغلقة في الوقت الحالي لومبورغ وعبر استفتاء اجرته بين عدد من الشركات النفطية الموجودة في البلاد ذكرت ان عدد منهم استبعد خروج شحنة واحدة من النفط سواء من ميناء السدرة او راس لنوف خلال الشهر المقبل وكما ذكرت ان جميع الشركات اتفقت على عدم امكانية استئناف الانتاج النفطي بشكل منتظم وذلك بسبب الدمار الذي لاحق بالموانئ النفطية الى جانب الحصار المفروض من قبل بعض القبائل والفصائل المحلية يذكر ان المجلس رئاسي المقترح وقع في الفترة الماضية اتفاقية مع حرس المنشآت النفطية التابعة للمدعو ابرهيم الجذران وذلك لاعادة فتح الموانئ التي يسيطر عليها ختم الموجز الى اللقاء اشتركوا في القناة